انا سياري بخير انا عامل 34 اسلام وكنت معزبين عند البل في برمة دون الرمحية في مجينينه وقل لي يترحب اسلام ولا عندي رسال ومبطل عند البل وجاني يبوج ويم جاء كنت كاتب لي بيتين يوم يقول القدر موك موكلم بالمنطق كان في ماني بحريس لا كانني التوجاد هذا اميل له واجد اسمع واغلب القصيد اللي كنت اسمع قديم لازم يكون فيه وجد كتبت لي بيتين في التوجاد منعني ابوي من ذا كل يوم لذا الحي ما اكمل البيتين دي انا اقول ليه ابوي منعني ليه ما خلاني اكمل اكتشفت مثل ما قلت يقولون ان القدر موكولهم بالمنطق صحيح ايش البيتين البيتين يقول لي وجود يوجد من قص راسخي واقع بعد ما بحل في عاتق نفسه من اغرامه تجد العربي انخى والاحد انت سمع فيه من سيف سيئة فالصفة طح قده الله اكبر قال ابوي ترى يا دك رجل عند البيتين دي انسمعتك مكملني عليها ولا كملت ولا سويتها انا في ذاك الوقت ليه ابوي انا تعبان على البيتين دي ليه يومين وانا ارددها صح بس اني ما لقيت خرزاتها اللي بي تمشي القصيدة الموضوع اللي بي جاءوا منعني بنا بس على فكرة ما اكتشبت ولاك تعمرات عانها من عام الاربع والثلاثين تكلمت عنها في بث يمكن قبل اربع ايام وخمس ايام دخل ناس عليها علقوا عليها قال ترى ابوك كان مع حدرب كان لن القدر موكول بالمنطق يمكن لو كملتها تحصل الله يكن نوعي ايكم وترى بعد حظك طيب انك قفلتها وانت ما قفلتها يعني ان الشاب القاف انت قفلتها لانك انت خلصت الفكرة وش اللي بعد القصة الراس خلاص انتها الموضوع اني انا بدخل اللي قفلها بالرنفيبو ايه والله شوف انا بعد اقول لك شي ترى بعدهم الان ولا ادري هل في احاديث هذه حسن الظن بالله طبعا حسن الظن بانك قادم على شي جميل ترى بعضهم يقول فلا ادري هل هو في حديث او انك انت تفائل يا اخي ترى بعضهم الان يقول انا والله رايح المنطق البلاني والله اني عارف ما هم من قضي لزومي يا اخوي هذا قفل البيبان من بدري اخوي انت تقول ان شاء الله انه بزين العلم هو يا اخي خلك انسان متفائل ترى الحياة هذه قصيرة وهذا قوله انا احب الشعر الحزين لا يا غجب ادور الحزين ده واسمع له اما اعجبني او لو حكت على هذا عشان كده لا بس اسود انا بنصحك لا تسمع الحزين انا ادور الشعر الفقري والله ان تلقى عنده من البيع قوم هو قاعد اولا فعلى كلام ضيفنا الشعر ابن عزيز الفويه وهذا تحقيق اللي كلامكم تفائلوا بالخير يتجدوا والله سبحانه تعالى يقول انا عنده ضني عبدي بي فريضون بي ما شاء في كل شيء فدائما زي ما يقول لا تقفلها على الناس زي سمعتوا قصتها امس اللي ذكرتها حقة سعيد بن هادي الشيخ لما قالوا ان اولادك واحد بقي لك خمسة بالمئة ويموت والثاني بنت بقي لها اثنى عشر بالمئة وتموت قالوها وحددوا القدر حتى انه راح يعتمد يقولوا انا يقولوا اللي ترى بنتك طلعت بعد ما صدقت طلعت شفافة تنويم قال انها تقول لي خلاص انا توفت وخلاص يقول فاروح للاسألة عنها في المغسلة واسألة عنها قصة طويلة ما نبغى نعيدها هي في الحلقة اليامس لمن اراد ان يشوفها الرقم للاتصالات وبيعرض على الشاشة